السلام عليكم يا شباب. في حركة مهمة بالبوبجي ستيم. كل شخص يعرفها وكل محترف بالبوبجي اه بلعبة البوبجي ستيم دائما يستخدموها وتفيدهم وتعطيهم افضلية جدا كبيرة ضد الخصم. في اي شيء الحركة اه فخلنا نتعرف عليها مع بعض. الحركة هي انك اه اذا كان عندك واحد انمي اه تحت البيت مثلا خلنا نقول بهديك الزاوي بس انت ما تقتر تشوفه بسلاح عشان تضربه. هو هو ورا الحيط تقتر تشوفه بس لو وتطلع بره الشباك. لكن الالمي انت عارفك ان انك هون. باللحظة اللي بدك تطلع تضرب فيها فانت ايش راح تسوي ازا ما بتعرف هالحركة فاكيد راح تطلع هيك فولت. وسلم على الهبيب انت ميت. في ايش عشان تتفادى هالحركة يعني هالحركة الغبية هاي الفولت. ايش بدك تسوي ايش البديل لها هي الحركة هاي. شايفين شلون? بده شوية ممارسة شبابة انا ما اقول لك انها سهلة. وقفت على طرف الشباك. شلون? سهلة. كبستين فقط. هي الاسباس والكراوش. كبست الاسباس وكبست الشراوش. ايه الكراوش. بدك تغير شوية اعدادات من اللعبة عشان ما تخربط وانك طالع فولت بها الحركة هاي وانك ميت خالص. دير بالك. فالطريقة الصحيحة انك تطبق على الحركة بسيطة. ترقد وقبل بمسافة تنط يعني قبل بمسافة تقريبا متر او هيك اشي. اه نطع شباك. و بنفس الوقت تكبس حرف السي. فهاي طريقة اه هالحركة وبدها ممارسة بنفس الوقت طبعا. مو الله خلاص سهوية الاعدادات وفورا سهوية الحركة راح تصير معك. لا بدك تظل تمارسها. لكن في بعض العدادات من اللعبة مثل ما قلت لكم. لازم تغيرها عشان ما تبلع من الخصم. هي من عدادات الكيبورد. متى ما كم شايفين. تنزل جوة. على بتاع القفز والانبطاع والفولت. بالعادة الجمب والفولت يكونون كبسة الاسبايس. يعني انك تقفز. وانك مثلا انك تبدأك تطلع برا من شباك. كبسة مثلا هي الكبسة الثانية. برضو كبسة الاسبايس. هدول الكبستين راح تفصلها مع بعض. شلون? راح تخلي جمب اللي لالسبايس فقط لحالة بس القفز. عشان ما يتعربش. يمسك اه باي طرف شغلة انت باللاحظة بالغلط نطيت ويمسك يروح وانه رايع جهة تاني وانه الانمي مبلعك. لا خلي بس القفز للجمب. بس القفز للجمب. والفولت هيا عشان يتعربش يعني. بدك تخليها كبسة لحالة. انا حاطة الفي. والكراوش سي. او كبسة. المهم يعني الكراوش والجمب اللي. المهم انك تخلي الاسبايس للجمب اللي او كبسة تاني انت متعود عليها. بس بدك تخلي كبسة مخصصة لحالة عشان القفز. وكبسة مخصصة لحالة عشان السي. الكراوش. فباللحظة انت تطلع يعني بدك تطلع على الجنب التاني متل ما قلت لك قبل بشوية مسافة نص متر او متر من الشباك قبل ما توصل له. تقفز وبنفس الوقت اللي تفكر نفسك راح تلق يعني اللاعب راح يلمس الشباك. تكبسي. وهالطريقة هاي انت هيك وتكون سويته. ومتل ما لك بدأ ممارسة كتير. برضو شغلة تاني يا شباب اه اه هنشوف وين. اه اذا في اشي مهم بالكراوش انك تخليها تقل. جدا مهم انك تخليها تقل. الكراوش. عشان ما صار عندك خربطة. فهي الحركة يا شباب اه اللي تساعدك يعني يعني كتير اشخاص يستخدموها وتفيد كتير يا شباب ستصدقون بالفعل. حتى انا استخدمها دائما. مثلا انا بدي اطلع شيك بره بدون ما اقفز من الشباك او اروح الجهة تانية يعني انزل من البيت خالص. لا فورا بهالحركة هيك فورا اطلع بالشباك. حتى مرات انا مرات اطلع واشوف واحد متخبي ورى الحيط يعني بكل سورة اضربه واني قاتل وانتها الموضوع. فالحركة راح تساعدك جرب اه جربها ومارس فيها. لحتى تتمكن منها مية بمية واستخدمها. ودير بالك تستخدمها وانت لسه مش عارف تستخدمها لانك راح تبلع. هذا كان كل شباب يا شباب كان كل شي. لا تستعمل لايك والاشتراك بالتويتش راح اخلي الرابط لفيسبوك. السلام عليكم.